مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديد يتجدد بكم في دق اتزار ودائماً ما يكون دق اتزار هو دق نقوص الخطر لكل أعمال الدجا الواشعوازة ولنا عبارات يعني قلال لده في هذا البرنامج يا أمتاً ضحكات من جهلية الأمم لما نرى من أعمال من الجهل بمكان في الحقيقة بناء على طلب يعني أسداد المشاهدين عبر صفحة دق اتزار وعبر استفتاء عملناه في عدة موضوعات تم اختيار موضوع سحر التخيل لما نتكلم ونقول إن في ناس ممكن زوجة ودي رسائل عندنا بتبعت لنا وتقول لنا أنا جوزت جوزي عن حب ولكن أحياناً باجي بص الجوزي بلاقي مش جوزي بلاقي حد تاني خالص في حين إن هو جوزي وأنا عارف إن هو جوزي بس بتخيله حد تاني خالص والعكس صحيح برضو راجل يتخيل مراته تخيل مش كويس يبقى مش طيقها تبقى مش طيقها حاجات كتير ممكن تحصل هل دا تخيل هل دا له علاقة بسحر هل له علاقة بأي أعمال من أعمال ما يسمى بالجن خلينا نبدأ بالآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا حبالهم أو حبالهم وعصيهم وعصيهم يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى وهنا نتوقف عند اللفظ يخيل وكان المقصود به هو نبي الله موسى فهل نبي الله يمكن أن يؤثر فيه السحر حتى يتخيل أن الحبال والعصي أنها تسعى أو كأنها حيات كل ذي الأسئلة وغيرها من الأسئلة نطرح على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في العلاج بالقرآن فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بك أنا مش عايز أقول يعني هي حاجة قبيحة زوجها تتخيل زوجها حاجة قبيحة في حين لما تيجي تتكلم معهم أقول لك إحنا متجاوزين عن حب فما تفسير حضرتك لهذه الزاهرة أبدأ الحديثي بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولن جزاق الله خير على هذه المقدمة لما فيها من دلالة من كتاب الله عبدالجل في سورة طاحة آية 66 حينما قال الله عز وجل قالوا بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى إذن الله عز وجل في كتابه المبين وقلنا أقل ذلك أن الله عز وجل حينما أنزل كتابه أنزله تبيانا لكل شيء ودوحا لكل شيء صحيح ألف لا مين ذلك الكتاب لا عيب فيه لا شك فيه كل حرف إذن القرآن أنزله الله على صدر نبينا محمد لما فيها من دلالة على وجودنا في الحياة ووجودنا في الآخرة فحينما يتكلم الله عز وجل على نبينا سيدنا موسى وهو كريم الله عز وجل ما أروحها من مكانه ويقال الله أن سيدنا موسى يتأثر بسحر دي حاجة تبيل قوي أنا أمكن أنا ذكرت كلمة يخيل وتركت لحضراتك كلمة سحر الاتنين ذكروا في نفس الآية وذكروا مع مين؟ مع نبي الله موسى إذن لا علاقة بالعبادة ولا علاقة بالأسقار ولا علاقة بالصلاة وقيام الليل ولا الفروض ولا قراءة القرآن في أنواع السحر عايز تقول أن ممكن مع كل هؤلاء يمكن أن يتم الإصابة؟ تخيل أن سحر التخيل من أشد أنواع السحر أشده من سحر التفريق في حين برضو أن التفريق ذكر في القرآن ويتعلمون منهما أو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لأن سحر التخيل هو القادر على أن يفرق ما بين الزوج والزوجة آه ده مالمح مهم إزاي بقى؟ فضل يعني أنا لما تخيل زوجتي شكلها قبيحة صرفتها مش مزبوطة وما فيش حد شيء في العيوب دي إلا الزوج فقط محد الشاي في العيوب دي كلها إلا الزوج أو العكس يتم التفريق أو لا يتم حتى وإن لم يتم بشكل رسمي فهو واقعيا هناك تفريق تفريق صح أو لا؟ طيب هل سيدنا موسى أنا برد على أول حلقة على اللي بزوله إيه أنا بصلي وبقرأ القرآن باستغفر وبعمل كل الأمور ربنا عليه مستحيل نتأثر بسحر مستحيل نتمس مستحيل نتزل بعيد لا بالعكس كان النبي صوام قوام كان وكيم الليل حتى تتورم قدمها ومع ذلك أصيب النبي أولا يصيب أصيب النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أن سحر النبي محمد اسمه سحر تخيل سحر النبي اسمه سحر تخيل لو رجعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة رجى الله عنها كان النبي كأنه فعل الشيء ولم يفعله وكأنه أنا بكلم عن مين عن نبي نبي محمد كأنه أتى أهلي ولم يأتيه أتى أهله ولم يأتيه وكأنه فعل الشيء ولم يفعله وكأنه مقيد بسلاسل بالله يعليك هاي النبي محمد أصر في قرات القرآن أصر في الأسقار أصر في قيام الليل ده كان النبي يقيم الليل حتى تورا القدمها إذن السحر بذاته هو شيء ملموس ومحسوس وواقع بيننا ولكن لما تكلم عن سحر التخيل سيدنا موسى لما رأى اللحبال والعصيان يخيل يخيل شفت تعبير القرآن بس تخيل إيه ده من إلي من إيه من سحرهم أنها من سحرهم عائد على مين كلمة سحرهم نيت تتعديها كده ده هي دي المفروض أن توقف عندها عائد على مين عائد على الصحراء اللي هم قاموا بألفاظ مش أنا كل مرة بقولي سعاقتك طلاصم وتماتم مش أنا كل مرة بقولك أنا من نوع اللي بقولك بلاش نتكلم على الجن بيخش أو بيخشش تليك مدرسة متفردة ولكن يعني كدت أن تنتشر في الفترة الأخيرة طب إنتك كنت بتجيب أن تقولي لا 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 الجن موجود قلت لك فعلا موجود ولكن ما تقوليش الجن جوايا ليه موجودش الجن جوايا هتقولي هقولك طبعا عاضي دليل إيه هو الدليل الناس الطيبين دي مفقرة لما راعن بشيخ والشيخ يضربني والشيخ يخلقني والشيخ يعمل في كل حاجة يقولي لابدرب الجن أنا قلت الكلام ده مش عايزين نخط فيه تاني بس قلنا الكلام ده غير شرعك ولكن لما تيجي في صحر تخير وتقولي إن سيدنا موسى اللي هو كريم ربنا عز وجل صحر أعين صحروا أعين الناس واسترهابوهم تخير هو الكران بتكلم عن مين أنا بقف عندي الآية دي كتير أو ليه لأنني بتكلم على نبي كريم الله مباشرة كل نبي نازل معاي معجزة معجزة لنموسى إيه بيكلم الله مباشرة فلما تأثر من أربعين ساحة تلفظه بكلمات إذن السحر ممكن يجي بالألفاظ دون دخول الجن داخل الجسد مرجع له القرآن بقى هو طيب هنا سؤالي فضل السؤالي الأول أدهاج بتقول إنه ممكن مع القرآن ومع الأسكار ومع كل كلام ده يصاب في حين في حين أن هناك يعني البعض ممن يطلق عليهم معالجين أو رقام يقول لك أنت من أسباب الوقاية قراءة صورة البقرة وبعض الأسكار الصباح والمساء وكده أنت خلاص أنت في الأمان أنت تطمن ده واحد اتنين طيب بالنسبة للعلاج ما هو ربنا اللي عالج في نفس الوقت تمام وخبلك لما التوجس في نفسه خيفة صح موسى كل ما إيه لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى بالضبط كده ألقي ما في يدك تأفك ما يصنعون لنهلك حاجة تعديت حاجة مهمة فضل هو ربنا عز وجل لما مكن إن الأربعين ساحر من هما يفعلوا سحر لأمة فرعون كاملة منهم كان سيدنا موسى واقف هما الساحر راحوا رشوا سحر على كل البيوت دي طيب شربوا الناس هل أكلوا الناس سحر أو شربوهم لا هرجع بقى واخدك في حتة كده دليل قوي قوي وملموس ومحسوس بأن القارين هو العامل الأساسي في وجود السحر ده هتقول إزاي هقول لك يرجع معايا كده كل سيدنا موسى واحدة واحدة عشان المشاهد يفهم مضوع ده هو سيدنا موسى ده في جن ممكن يخش جواه حشر الله وققق ليس لديه ما يفيد وليس لديه ما ينكر ينكر صح الله ولكن العقرب إلى الإنكار صح الله طيب هم السحر لما تلفظوا بكلمات من خلال هذه الكلمات صحروا أعيون الناس ده كلام ولا كلام ربنا ده كلام قرآن كلام ربنا مش كلام ما جيتش أنا كرآن جديد ربنا قال صحروا أعيون الناس واسترهبوهم يعني واسترهبوهم غوفوهم زاد الخوف خوف زاد الخوف خوف وجاءوا بسحر العظيم فما هو السحر العظيم اللي جهنا سعتها اسمه سحر ايه بعد سحر التخيل اللي احنا نتكلم فيه اللي احنا نتكلم فيه ان هم شافوا اللحبال والعصيان والاسلاك حية تسعى علشان كده لما ربنا عز وجل قال لسيدنا موسى كلنا لا تخف ده ايه كلنا ايه لا تخف انك انت من الاعلى هو لربنا قال لسيدنا موسى كده عشان سيدنا موسى خاف فأوجز فيه نفسه خيفة موسى خيفة اذا كريم الله خفر لما خافش تأثر لما ما تأثر تأثر فأوجز فيه نفسي خيفة موسى كلنا لا تخف انك انت الاعلى القي ما في يمينك عصائر بتاعت سيدنا موسى تلقفه ما يصنعهم تعرفت حولك ايه لحية حقيقية اللي اربعين ساحر قاف هنا بقى شوية عارفين ان هم عملوا سحر واصروا بيه على الامة فشافوا اللي احبال العصيان تعابين تسعة تخيل تخيل هنا اما ما فعله ما وصنعه موسى فلما ربى سيدنا موسى القي ما في يمينك فلما ربى العصاية سيدنا موسى اذا هي ايه حية حية حقيقية حقيقية الصحر قاله ايه السحر السحرينة والكلمات كلمتنا والافعال افعول دا بالسحر مفيش عصاية بتاكل عصاية عمرك شفت اللي فيها عصاية بتاكل عصاية مستحيل لما تحول عصاية سيدنا موسى الى حية كانت كل اللي احباله لإيه هو العصاية الموضوع دا شغل اله عظيم اه وسجدوا انت عارف القصة فين ان احنا لما بنتكلم عن السحر بأنواعي ذكرنا من سحر التفريج بين الزوج والزوجة كان سحر التخيم هو فتح باب بطريقه هونا لما برى بيتي بكلم زوجتي كويس جدا وبحب في زوجتي وعاوز ايه وانا جاي طب نعلي نقلزين حاجة وفي اشتياق للعودة للمنزل خلاص ومجرد مقرب اتجاه البيت اتجاه ايه انا حس بديقى في صدري على عبق ايه اظهر انا خايف طب دلوات قلب الزيادة طب استنى تلكع كده تصبح بصاحب وعب مع ساعتين طب اروح لما يناموا مع انه من ساعة من بعد المسافة عني البيت كان عنده اشتياق لما روح بيته العكس في الزوج الزوج ييجي وهي قاعدة ببيتها مهيئة نفسها للزوج انا عندي اصداع انا منتي بغير كده ليه مع اقترب وجوده اه طب اخوان او وصوله حس بديق كده ليه مجرد ما ييجي انا مخلوق او متضايقة ممكن يحصل بينهم مشاكلة على اكفه الازباب على كلمة عادرة ممكن تقال تقول لي مش ده من انواع سحر التفريق اقولك من السياس سحر التفريق لان لو حصل هذا الامر وازداد يفر الزوج من الزوجة طب هو انا ممكن اسأل سؤال افتراضي طب ما هو الفارق بين التفريق وبين التخيل بمعنى يعني هل لدى اعراض تختلف عن هذا سحر التفريق يخرج من سحر التفريق اصحار عديدة كله مهو ربنا هستجل لما اتكلم سلط البقرة واتبعوا ما تطلو الشياطين وعلى املك سليمان اه فيتعلمونا وما قفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمونا الناس السحر اه وما ننزل على الملكان الباب لا ايه هاروتا وماروت فتعلمونا انهو يفرقونا بيه بين ايه بين المرء وزوجي بين ايه بين ايه يعني ليه التفريق هدا ما هو التفريق هنا انا مش قابل زوجتي زوجتي مش قابلاني وان التفريق ممكن يحقص وانت قلتني في حلقات عدة ليس زوجو زوجة ممكن صديقو صديقو اخو اخوه طب بس تعال هنا شوية اقول لي هو الجن ممكن يفرق بين الزوجو الزوجة ده سؤال اعتبروا حضرتك اللي هالجاوب عليها طيب هو الجن قائم بينا بمعنى قائم بينا موجود طبعا لا ينكر وجود الجن ابدا مؤمن خليني اقولي طب هل الجن ممكن يجيب امراض حقيقية في الجسد ويتشتت فيها الطب ويمرض الانسان من غير دواء مش عافل دواء هل دي من قدرات الجن انا بسألك لا انا بسأل هنا حضرتك اللي بتجاوب هل فعلا من قدرات الجن ان هو ممكن ان يوصيب الانسان بعدة امراض يعني ان سنري المساد هنا بقى تخصص التخصص يعني سيدة ممكن تقولك انا متجاوزة بقى لي 15 سنة وزوج سليم وانا سليمة وما فيش انجاب هنا ممكن يكون فيه اثر لسحر عدب انجاب العزيز سيدة انت عايز تقولي كده وليه ربنا افتب العزيز ومن يحشوا عن ذلك بالرحمن انه قيد له شيطانا فهو له قرين طب ارتبط الشيطان بالقرين هنا مش القرين ده انا برد رب فقط للوسوسة على حلقات سمعتها لبعض من المشايخ ينكرون القرين طب ان كل القرين يعني انت عاوز تقولي ان الاخ اللي قدامك او البنت اللي امامك او المرأة اللي قدامك لما بتقرأ عليها قرآن وتغيب عن الوعي وتصوت وتصرخ ده حضور جن؟ اقولك لا تخيل ان انا بقول دايما ان مفيش واحدة قادرة على غياب العقل تماما دايما بقول مع سعدتك ان القرين قادر كلي وجزئي ان يدمر اسرة باكملها اسرة كاملة؟ باكملها مش مش القرين ده بيبقى مكلف بشخص بعينه؟ ما الفرق ما بين الشيطان والقرين في هذه الآية؟ ومن يعشه عن ذكر الرحمن؟ يعني اللي بعيد عن عبادة ربنا عز وجل وعن الصلوات وعن الاسقار وعن الاستغفار؟ نقيد يعني ايه نقيد؟ نوكل ايه؟ نوكل نقيد له شيطاناً شيطاناً فهو له قرين فهو له قرين طب ليه ربنا ما قالش نقيد له شيطاناً وخلص الآية على كتب؟ قرين هنا يعني ملازم له اكترانه مقترن معاه طب هل الشيطان المقصود في هذه الآية هو الشيطان اللي مرضيش يزجد لسيدنا آدم؟ وعددك وجلالك لأغيانهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ هاو المخلصين هاو ده؟ ايه الفرق؟ هاو ده هاو ده شيطان اللي أصدع عليه في الآية؟ انت عايز تقول لي ان في شيطان شغلته الوسوسة؟ تمام؟ وفي شيطان أي قرين يمكن أن يكون له تأثير على الإنسان؟ وقال الشيطان لما قدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أو من سلطان؟ اه إلا أني دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هاو ده الشيطان ما تلومنيش أنا وسوستيلك ما تصريش العيشة النهاردة وانت استجبت ما قومتش ما عندكش عزيمة ما عندكش إرادة فكسلت عاصل العشاء ما تلومنيش أنا بقى كاشتار لوم نفسك يوم القيامة طب لو قمت صليت تغلت على الشيطان طب هو القرين هيوسوس لي ما صليش العشاء طب ما احنا لسه قيلين أنا ذاكر لله شاكر لله مكيما للليل بصلي بقرأ كلان ليها ورد مخصوص والاستغفار والتزميح معايا ببقي على طول أمال أنا بتخني المعمراتي على أكفة الأسباب ليه أمال أنا حرمتي من الإنجاب ليه أمال أنا عندي مشاكل في عملي مش عارفة فوق مني منها ليه هتقول لي كما هو السحر أو العين أو الحسد أو المس الشيطاني هقول لك جميل وشيء طيب هو السحر دخل جسدك هتقول لي واردي لكون مأكول واردي لكون مشروط والله يا أستاذ هاني أنا جبت شفشق مية وقرأت على القرآن ودقت فيه سبع نبقات ورقعتهم في قلب المية وشربت المية وما دال الموضوع يزداد سوءا مما هو تحسن تقول لي ليه بعد أنا بسألك أهو تقول لي وبصلي رقعتين لله عز وجل قبل النوم وبدع الله يا خالق الخلق يا أكرم الأكرمين ارفع البلاء عني طب بقوا بالأسباب أخذت ميزان القرآن وأسباب الدعاء ومتحرى في كل أمور الحياة لحياة من الحرام ومع ذلك أنا كل يوم عندي مشاكل مختلفة في حياتي مش لها تفسير وهو أنت وضعت ميزان في بداية الحلقة أن الأنبياء أو نبي الله موسى تحديدا في الآية نبي محمد على ذكرك يعني وهم هؤلاء يعني طبعا يعني ليسوا ولا يوجد من هو على الأرض أن يقرر نفسه بالنبي وحدث لهم مشكلات بعض الإعلاميين أنقروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم مش الإعلاميين وهناك أيضا بعض الدعاء بعض الدعاء وبعض الدعاء ولكن سحر النبي سابت تمام يعني يعني هو في بعض الدعاء أنكروه سابت في كتب المخرجة مسلم بس إنكاروا بسحر النبي لا ينساحب على إنكار السحر بشكل عام لأن ذا ذكر في القرآن ضرب الله مثلا بنبينا محمد ما فيش أفضل من كده تخيل أن الله عز وجل ضرب بالنبي مثلا أن أفضل شيء على الوجود هو نبينا محمد وصحر النبي محمد وموسى سحر تعيناه وسيدنا موسى سحر عاوز تقول لي اللي بينكر السحر وجهر يقول لي بتنكره الزل لا هو إنكار السحر مش من السهولة بمكان عاوز تقول لي هل الجن من السهل أو إن يخش كاسد أعدامي ويعيش فيه لا هنا بقى السؤال هو وحضراتك هنا بتطرح إشكالية غاية في الخطورة وغاية في الأهمية ودي تتعلق ببعض من يسموا أنفسهم معالجين إذا كان وأنا عرضت على حضرتك في فيديوهات وأنا عرض أيضا في حلقات قادمة إن الشيخ من دول بيضرب اللي قدامه على الأساس إن اللي جواه جن وكلمني وبيكلم الجن والجن بيكلمه وبيقول له أخرج عدو الله ومش عارف إيه هل هنا بقى فلسافة العلاج يمكن أن تكون خطأ؟ طب أقول لك على حاجة قبل ما جيلك النهاردة كان عندي حالة طيبة أولي رجل طيب والله العظيم جاي لي قبل كده مع وديته والده هو متجوز وعنده أسرة أخي أنا هربط لك بس بالمثال ده ارتباط جامد أولي جميل جدا تخيل إن واحد عنده سترس ضغطي نفسي شيء من الأمور النفسية يتحول هذا الشيء إلى وجود جن داخل جسمه تيجي إزاي؟ ده الكلام ده على السنة إنت؟ على السنة إنت؟ على السنة إنت؟ لأ 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 أصدرين إنت؟ أه على السنة بالفعل إنت اللي بتقول إن في جن في جسمه؟ لأ بزبط كده أوضح لي ديه ده زوجته زوجته وشيخ ومعالج هو جالي قبل كده وقعدت الكلمة معاه تخيل الراجل كان عنده مشكلة فعملية في جسده طبيعي أي حاج ممكن يعمل عليه رباني يا عافي المسلمين يا رب بعد العملية بأسبوع تحول هذا الشخص من الخوف والألأ والتوتر إن هو بقى خايف يتعامل مع الناس بقى خايف ينزل الشيخ اللي يقع بقى خايف يعمل كذا أسمي ده وجود سحر في جسمه وارد وارد لما اتنقشنا وخلاص ما فيش أي حاجة خالص ومش الراجل وجالي بعديها قال لي أنا أربعين في المية مقتنع بكلامك بس أنا رحت لشيخ قال له إيس طيب قد يكون أنا ما عنديش حالة بتاعتك مش عيب وقد روح للشيخ وطول روح للشيخ وبعد الشيخ قال لي قاعد كده الحمد لله رب العالمين طيب شيء طيب يارا قرآن ماشي ما تضاير حاضر قرأ الفاتحة طيب أفشاو هات والصافة صافة شيء طيب جدا والله ما عندي كده أنا بعمل كده مم انت مين قلت له طيب هو كان بيقول انت مين لمين يعني هو كان بيخاطب مين بقى فلوات ده هل انت في الحالة دي غبت عن الوعي قال لي لأ كنت قاعد بسمع وبتكلم زي مني بكلم بس لقيت لما فيلي نضرب بعصايا على يدي انت مين انت انت مين هتقولي تلقائيا اتكلم انا مش هسيبه في حاله قلت له طيب انا باخد رايحة كده مع المريض كده عشان يطمئن قلبي قلت له طيب ماشي مين اللي عملك السح وزخلته قلت له طيب ماشي كمين جميل هل بقى الجن هنا حصل غياب عقلي عن الجسد قال لك التواعي طب كلمتي ليه قال لي والله ما عرف انا دقيت دخلت بص دخلت في حتة كده ان انا بتكلم وتقال لي فيدي اضرافية وانا بتقلم من الضرب وحط يديا مكان الضرب وهو فاكر هو قال لي ايه بالحرف حرفيا قلت له طيب بص قال لي بص الفايصل تقرأ علي قرآن طول حاضر تفضل قرأت علي قرآن حاس بحاجة قال لي لأ طب الجن فين قال لي معرفش زوجته قلت لي والله يا شيخ إبراهيم احنا بدوامة مش عايفين نخرج منها ليه حاجة قلت لي الشيخ دخلنا في قصة ان حد عامله سحر وجن جواه وانت انكرت الكلام ده وقلت ده حال نفسية وقلق وخوف وتوتر فحدث من خلاله ان هو تقمص الشخصية ده ايه تقمص الشخصية مالوش علاج ده كده علاج نفسي بقى مالوش علاج في نفسي كمان ليه لابد ان يتغفر الشروط ايه يا الشروط بقى العزيمة والاراضة انت عايز تقولي ان الحالة دي مفيش لا جن ولا القرين ولا حاجة والشيخ دخله فين في حتة انه عنده جن ليه لان الشيخ ما عندوش الفايصل ما بين وجود علامات امور نفسية ضغط نفسي وسواس قهري طراب وجداني اكتئاب وما بين العلاج بالقرآن بين وجود سحر او جن او حسد او عيد ده هنرجع له بس بعد ما ناخد هناء ناخد هناء الاول هناء اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام والله انا في الاول احب باشكر الشيخ ابراهيم شهابي ربنا يجزيكم الخير والله احب نستنى من الاسبوع الاسبوع والله اصرف لي يا الله انا كان عندي مشكلة كده اللي هي ساعات مثلا يجيلي تنفس ويجيلي الصداع جامد وبعدها احس ان انا في حد جنبي في خيال ساعات اشوف مثلا شكل مسلا شخص جنبي اخويا امي اي حد صرته متلغبطة كده كاني ساعات مرة شفت اخويا اكن حد متشوه كده صراخ نعم وقلبي كده اتاخد ويجيلي بعد كده اللي هو زي في الجسم كله تنميل كده ومش عارفة ده ايه ورحت الكسه حد وكده يقولولي اه اه يعني اشرب اه مية فيها نبأ وحاجات زي كده وما فيش حاجة خالص بتأثر معي طب انت بتعاني مشكلة في احلامك او في يومك او في ملامك هو في المنام يعني شوية تحس ان فيه كوابيس طب طبيعة الكوابيس هي ايه مثلا يعني اه ساعات باحلم ان فيه حد واحدة كده بتقتلني مثلا في الحلم مثلا اه دي مرة ساعات مثلا حس ان فيه حاجة بتولع والحلم بقى يختص طب هل دايما بشوف خيالات في المكان او بتخيل شيء عدة من جنبي او من ورايا او 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 احس حاجة من لازماني من ظهري كده وانت لوحدك او 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 حد اهلك معاكي لوحد جنبي احس ان هو وشه ملاقبط واصرخ غصبا عني ولو انا الواحدة احس ان فيه خيال ما لازمني كده شوية طيب هو من افضل لو انت يعني جنبك راكي او معالج يعني يتطلع الامر ويشوفه لو انت قريبا من مسلا من المركز عندي تنورينه على راسي ان شاء الله شكرا يا هنال شكرا يا هنال يعني تعالى بس هاخدك في حتة ثانية اتفاضل اتفاضل وانت خدت بالك لما انت قلت ان فيه فرق ما بين معالج بالقرآن بيتكلم بيقول ان فيه امراض نفسية تعرض مع مريض وشيخي اللي بيقول الكلام ده اه ده سؤالك ليه قبل انتصال بالضبط وده فايصل وده خطير استاذني الكريم المعالج بالقرآن كطبيب 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 وليس طبيب بشري ولا يصح انه يكتب ادوية ولا يصح انه يدي ادوية ولا محلول لا 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 يجتعته ولكن الطبيب في القرآن طبيب انه هو يتكلم مع الناس باستشارات امور نفسية انسانية يحل الشخصية اللي قدامه اللي حياكل لها من السحر ولا حياكل لها عمال ولا حياكل لها عين لا بس اذا توافرت الشروط اللي هو مصاب لا بد من علاجه ولكن واحد كان عنده خوف وقلق وتوتر سرس انت عاوز تقول لي ان الرجل ده ما تكلمش معاه تقراجه من الحال اللي هو فيها بدون ادوية وبدون علاج وبدون كراني تكرق عليه تنجح هذا الحالة تنجح لا والسؤال اهم انت بتعالج جن ولا قريم مين اللي بيعالج ما بيعالج الجن ده بقول الجن حضر عليهم تكلم طيب يعني يعني هنا انت بتكلم في فلسفة من الاساس يمكن ان تكون مبنية على اساس خاطئ سدق بالله لا اله الا الله وقد يأخذ عني هذه الكلمة من المعالجين تسعة وتسعين وتسعة ونص من المية الحالات اللي مقامة بين الناس قريب 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 انت تتكلم على رقم كبير انا عشان تقول لي 100% هو كده فاضل ايه ما انت يعني انت بتتكلم فيه هو فاضل كام من تسعة وتسعين ونصف المية هتقول لي ليه هقول لك تعالى نرجع كده مرجعيت القرآن وعلم القرآن هو ربنا عز وجل لما انذل كتابه على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم في سورة الاسراء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هو ذكر الشفاء قبل الرحمة ليه عشان حدث النبي تداوية عباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجاه له من جاهد الشيخ الطيب اللي يقول لي كل كلامه انت واكل سهل انت شارب سهل تخيل اننا نادرة الاول لما يقول تشخيص واحد نادرة الاوي قوي يقول ليه يا شيخ ابراهيم ده انا بطي بتتنفخ قول لي انا مسحور يا شيك وريحني قول له اه ده انا بطي بتنفخ هزي القرآن اه اقول له طيب ده دليل لانت واكل سحل او شاربه طيب انا هرجع لسنة النبي هجيب كباية مية وانفص فيها من القرآن ايات معينة واشربها شوف اللي يحصل معادي معادي ما حصلش حاجة يعني هقول لك وانت لازم تاخد اعشاب ركز بس معا بقى في النقطة دي اللي دايما بحارب بها الناس هولا نازم اخد ترياء علشان ارجع قدامك وتقول انت شارب او وكل هقول لك اه ما انا بدي عوامل مساعدة طيب الترياء مش عوامل مساعدة الترياء علاج لسم قلناك قرارا وتكرارا ومع ذلك بعض من الناس يقول لك لا خد ترياء فبالترياء ما هيعمل انا لو سليم اجيب كباية لبن تمام عليها معلقة ترياء وكلام دي المشاهدة او عازين تعرفوا الترياء ده مش علاج لسح هادو كباية لبن كباية مية كباية عصير معلقة من ترياء وقلبها واشرب بعد خمس دقايق السليم اللي ما عندوش اعراض لاي مرض هيرجع هيخش يجيب كل اللي ببطنه او يعمل حمام لحد بحصل قبل ما اخد صفاء والجوابني بعد صفاء هو فعلا لو حد خد او رجع وهو معمول له سحر هو كده خاف من السحر اللي من المفترض انه مأكول او مشروف صفاء اتفضالي ايوات فضالي صفاء ايوات سلام عليكم ازاي حضرتك اهلا بيك يا صفاء قال لي خليك يا رب انا باشكر حضرتك جدا يعني وفضيلك ربنا يبارك فيك بصراح بربنا خليك اشكرك في سؤال اللي فضلت الشيخ ابراهيم اه انا كان عندي سؤال اللي فضلته فضل يا فن اه هل حضرتك اه اللي بيشوف مثلا تخيلات ايضا اه او مثلا بيكون بيشوف تخيلات كده معينة يعني سواء حيوانات او مثلا تخيلات اه غريبة مش واضحة هل بيكون هو اصلا نصاب ولا بيكون الديد فيه اصلا اصابة التخيل ده لشخص واحد التخيل ده شخص واحد ولا عدة اشخاص يعني كذا واحد بتخيل ولا شخص واحد الو التخيل ده انت بس ولا كذا واحد الو 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 انا بس هرد على السؤال او تكملة السؤال هو لو شخص واحد بس فقلب المكان هو الوحيد اللي بتخيل اشياء محدش بتخيلها ولا يراها الا هو ولكن لو عدة اشخاص طب صفاء رجل بس قبل ما انقتل اصلا عاسف للمؤاطعة يا فضل الشيخ برايم صفاء تفضلي كملي مدخلتك فضل فضلت شيخ معاك انت بس ولا كذا شخص معاك لا احيانا احيانا حصلت مثلا معي احيانا حصلت معاك فيك يعني كذا طرف في البيت هو اللي بتخيل يعني حوالي فقطين من البيت بس الاتنين بس من البيت كله هل الاتنين اللي بتخيلوا بيشوفوا احلام مش كويسة بيتعرضوا لشيء مش كويس في المنام لا 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 مش مصدرية على طول لكن وقصي بس اللي مستم بتتعرض بعض الحاجات طيب انا هقولنا مو زكاة طيب ممكن قبل النوم نقرأ صورة الاعراف بتأني واحنا على السرير ونشوف لو اتعرضنا الاحلام مزعجة او على شيء من القبيل من التخيلات أنا موفة زاد ممكن ان احنا معالج او راقي ثقيل شكرا ثقيل فضل انا اعتعتك وتعتذر بس عشان كان معنى المتصلة طيب اه اركض اكلمت ان احنا ممكن نربط ارتباط كلي وجزئي مابين انواع السحر بعضهم بمعنى طب خليني اخد بس نوع واحد النهاردة حتى اللي انا اتشعر لا أنا هجيب لك نوع من خلاله همكور الخيط لو كلمنا عن نموذك قائم بين الناس اسمه سحر النجوم والكواكب بيسموه في عالم الناس الدجالة أو العرافة اللي بيسمعوا السحر بينقصين يعني الشبشبة ما أنا بقولك هو بينقصين الشبشبة كمان اللفظ دوت يدل على وجود سحر اسمه سحر فلكي سحر فلكي يتجدد تلقائيا في دورة تقوم كل شهر عربي كل نصف شهر عربي مع دورة القمر مع دورة القمر على خلاف الأياوة أو أشهر طيب السحر ده إيه ضرره ويدر بإيه ضرره أنه هو الإنسان حتى لو تعالج حتى لو تعالج وتحسن تدريجيا على أمر الأوراد أو العلاج بالقرآن الكريم ممكن يعود ممكن يعود تلقائيا للمسحور مرة أخرى إلا ميتم التحصيل والتشخيص الصحيح أنا معي تقرير بردو كده صغير كده مصور عايز أوريل حضرتك حضرتك وتعلق لي بردو عليه كده لو تقزلي يعني هو جاهز حضرت شرف لو جاهز محمد نلعب التقرير طيب آه فضل حضرتك آه ده واحد نازم اللي هتسلم فضل الشيخ إبراهيم وفجأة بيعني حصله حاجة غريبة جدا قبل ما يقع الوقعة دي في خيال حضرتك هتشوفه دلوقتي آه يعني بص حضرتك لما نرجع تاني آه آه وقع وقع ده كأن حد بص بقى واللي معاه كأن حد بيبعده بص حولك بص آه بص بص آه ده نطر للتجاه التاني نطر للتجاه التاني بص بقى حضرتك ركز في البيت اللي بتلعب مش في البنت بقى ركز في العروسة الصغيرة تمام ويمكن أنا أنا اللي ما أنتج التقرير ده بنفسي تمام وكبرت العروسة بص حضرتك بص حضرتك هتشوف الحركة بتاعتها آه بص بحركة دي عربية كانت مركونا في مكان آه وبتنور لوحدها والفلاشور بيشتغل لوحده آه وبيصدر منها أصوات غريبة آه إحنا ممكن نشغل الصوت هنا بعد ذلك أوه بص حضرتك دلوقتي هايجي الناس بيستعلموا الأمر إيه في إيه مش هلا هو حد في العربية لا ده حضرتك هتشوف بلوقتي مفاجآت في العربية ده مجرد بس ما هيحط اطماغه في الإزاز كده هشوف إيه إيه حصله يعني بص حضرتك آه هيبتدي يتدخل آه في عربية جات آه الناس هتنزل آه آه بص شوق الخطط شد الجوء تمام وعايز بيطلع مش عارف تمام هيجي زميله اللي معاه انت عشان في العربية هجوم دي أفعال جنة ويعني في أشكال غريبة ممكن حاجة وكانها كارتونية يعني حاجة كانها أشكال كارتونية في أفلام الأطفال يعني تمام دي أفعال جنة دي أفعال جنة دي أفعال جنة حرفياً آه دا بقى بيستكشف أمر ما؟ بالليل بالموبايل بتاعه كده منور في صوت معين بيتتبعه في حاجة معينة بيتتبعها آه هم اللي هم مين؟ هي دي الخطور بلاش نخش الحمام ونختسل ليلاً للنساء ليه؟ هم أمم أمثالكم يعني إيه؟ يعني الجن ممكن يراما يراما ويتخيلن فيتعدى علي وحس بمعاشرة زوجية وانا بنتي بكر وتقول دا جن عشق يقول لك لا مش شرط يكون جن عشق بس أعجبت من الجن فتعدى إليها مش كل الحالات اللي النساء أو البنات بيتعرضوا لعدم الزواج منها ان هي معاها جن عشق مش شرط أو العالم ممكن نظرة عين أو ممكن خطأ هي عملته قدى إنا حرمانها من الزواج مش شرط ان البنت مصحورة عشرة كنة ما اتجاوزيتش دا ممكن أفعال أنا بعملها تلقائيا يعني عادي واحدة بنام على بطني ببيتي عادي محدش شايفني في غرفتي واحدة بنام في الضلمة عادي شو شايتني محدش شايفني واحدة باختسل ساعة واحدة وطنين بالليل في الضلمة أو في الحمام لوحد عادي لا مش عادي لا مش عادي كان فيه برنامج وانا قلت الكلام ده مع سعدتك ومتحمل الشخصية في هذا الأمر ان فيه مزيع قام انت عاوز تشوف قرينك اقول كذا 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 خش الحمام واقف دا من مراية وتلفز بهازي الألفاظ هتشوف قرينك بس ما نقولهاش الألفاظ مش عادي عشان ما تبعاش دعوه اخد علي 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 اتفضل اتفضل يا شيخنا انا كان فيه مشكلة كنت عاوز على رضا يعني اتفضل يا فاند شيخ ما حضرتك بيحصل معي التساوب كتير جدا وبصد عالي جدا تمام بيحصل زموع يعني عيني الدمع بسيط اه وانا والمدام نصف النظام تمام وبرضو فيه بعض الرؤى زي يعني الخيارات في الشيقة وقبل ما خدش في نشوار جواز واحد زي شيخ مش شيخ يعني غيره كان بيعالج فذل هتقول السنة كاملة مش اي خطوبة تخشها مش هتكمل على بداية السنة الجديدة طبعا ما تربحتش كلامه ودخلت خلال سنة كاملة بالنسبة خطوبات كبيرة فولا واحدة خطوبة كمنات فيهم فاتلت ريل دا المعالج طب هاي السبب قال لي هو كلام الناس طب وده اصعب من السحر وكلام زي كده هو اللي موجه في الدنيا هو موارد كلام ده بس ديني سؤال ممكن اه حتة التساؤب وحتة النعس والخمول وعدم الشغل وبعض رؤى الاحلام زي الجطط والفران تشيجل تلعب مثلا كانت مع المدام حسب فران كثيرة بتتوطط عليه وفيه فارجة وفيه فارجة رجلية فروية طب احنا رحنا لمعالج رحنا وعملت رقنا شرعية واتشغلت صورة البخرة بس في زي جابت الامور السوء اكتر يعني تمام حاض ماشا فاني حاضر هرود عسل ماشي شكرا يا علي والفضلتشيخ يا جوابك حالا دلوقتي تفضل بص هو الحالة ديت ممكن والد قوي اللي يكون فيها شيء بس انا ما عرفش اتحقق في هذا الشيء ودي طبيعتي ان انا ما بعرفش شخص حالة من على بعد اه ما بعرفش وده كلام في المركز او في اي مكان انا ما بعرفش شخص حالة حتى لكات واضحة وضوحة شامل ليه عشان بحترم القرآن بحترم منهج العلم من القرآن لاجب القرآن لازم الحالة تكون موجودة عشان تسمحها وتاخد و تدي معها في الأسئلة وبعدين تقرأ عليها قرآن او لم تقرأ عليها القرآن وتشخص الحالة طيب احنا قلنا هنتكلم عن سحر اه انت قلت لي سحر النجوم والكواكب الشبشبة اه اللي بيوم قصين شبشبة شبشبة خوا يعني ايه سحر نجوم مكتب يعني ساحر ما راحت اليه شخص ما او راح اليه شخص ما وقال له احنا عاوزين نقذ فلان الفلان عاوزين نقذ نصر الشاهر حل طيب طيب نصر مدائف ايه او عاوزتي يزيب ايه وايه نوع الازى طيب انا عاوز اخذ بيانات عنه متجوز ولا مش متجوز مخلف ولا مش مخلف هو ليه بيعمل هو الساحر بيعمل ايه هو هيشغاله في وظيفة لا بس عشان يعرف يخش له من ويعمله ازى ازى طيب لو هو مش متجوز عاوز تحلوه من الجواز اه كل لما يخش البيت للتعارف على الزواج او عاوز يتجوز اما يرفضه هم او هو يحلم بأحلام يقوله والله ما رايح او تجوله عقدة نفسية من المرواح والرفض من المرواح والرفض فلا يتم الزواج لا ده انا عاوز اعمل له متجوز ولسه بقاله سانا كده ومش عاوز يفرح عاوز يشتت معاقر عاوز هم يدعو في الهباء طب هنعمل له سحر تفريق هنعمل له ايه سحر تفريق لأ ده ملتزم وبيصلي وزوجتي ملتزمة ومنتقبة وحفظين القرآن وبيقرع القرآن طب نعمل له ايه نحرمه من نعمة هو نفسه فيها ايه هي عايز يجيب عربية عاوز يخلف او يخلف ماشي عاوز ايه يخلف طب ما حدش ايه المشكلة هيروح لطبيق هيعمل تحيط سائل مرة هيشوف خلال امه عاملة ايه الزوجة هتشوف الـ طب معادي من ناحة الطبية هنرجع لقرآن نقرأ مياه القرآن ونشرب مياه القرآن نستحنب مياه القرآن عادي لا ده انا هعمل لك فيه حركة يخليه لي في حولين نفسه ايه يا فراش هتعمل ايه ده انا هسلط عليه نفسه اه كلمة تسلط عليه نفسه دي بنسمعها كتير صح اه عاوز اعرفها معناها ايه خلي بالك عزيزي المشاهد انتبه يعني ايه هسلط عليك نفسك هسلط عليك نفسك تفسير من فضلت الشيخ إبراهيم هسلط عليك قرينك هسلط عليك ايه قرينك قرينك وبعد ايه هيخليك في عزي العبادة مشتت في عزي ما انت بكم الليل مشتت طب ايه لا يحصل ايه ما يحدث خلاف بينهما في ايام الطبويل وده شرح تفصيلي لكل المشاهدين عشان لو راحوا المعالجين يبقى عندهم دراية ايه اللي بيحصل معاه يقولك ايه بعض المعالجين قرينك في جن قاعد جوه الرحم خالفاك دي بدي تسمع حاجة كتير قوي ده في ناس كتير يقولوا كلام ده والجن ده على الميبض المين او الميبيض اليسار حاجة كده ايه اللي بدي تسمع كتير قوي في ذات في عدم الانجاب بعيني بحترم الطب جدا و بقدر علم الطب قوي بس الطبيب اثبت انه مو معدومش احده لقس انت عندي الجن ساكن الرحم فبيضرد السائل المنوي جوه الرحم فلا يتم انجاب كلام محترم و تشار على الراس لا الكلام ده من قلبك ايه الكلام ده من قلبك والله بطنقور بس اولي ايو كده اقولي كده بس عشان يعني انت تضادح السورة بس اه الجن لان بيتفرج علينا صحفيين نقاد يعني مفكرين ياخر كريم هيحسبوا عليك الكلام كل حلقاتي بقول الشيخ اللي قفت وقال بان الجن داخل الرحم من اين اتيت هذه الفتوى من اين هل ده عملت المنزار الرحمي هل ده عملت المنزار بطني ده حدد على الميبد اللي مين او اليسار هل شفت الجن قاعب جوه يقولك لا ما دي علاماته طب ما تديني علاماته كده بيقولي طرد السائل المنو بداخل الرحم لاست هذه علامات وجود جن مش علامة نعمات قادرة عندها التهابات عادي ومنضم التهابات طرد السائل المنو داخل الرحم انت بتجيبه المعلمات الطبية دي منين انت بتجيبه المعلمات الطبية دي منين مهن لازم تطلع ولازم تكرق مهن المتشره مؤتمن ده انا لو تسمح لي بس ان احنا نجيب حدد من كنترول دي اواحدة همس عيتهم يعني حركة كده جميلة قوي احنا فضلنا دقيقتين هنالحق هنالحق لو في حدد من كنترول ممكن يجيلنا هلية دقيقتين بس ان شاء الله كراماني ولا نص اي حد نص لو رحت المعالجين وعمل معاك الخارقة دية لازم تخرج من عنده لازم ده عنوان الفقرة اللي جاية حلقة القادمة بس هدي مؤشر ليها النهاردة لو رحت عند معالج لا انا هجب لك حد حلقة حد لو رحت عند معالج ايوا وعمل معاك الخارقة دية ايوا احرف انه بيشتغلك فادل از ناصر فادل از ناصر انا عايزك تعمله سحر لا 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 يعني سحر اسم بص اخي كريم هنفترض انه ده الحال وراع عندي شيخ وراع عندي مين عندي شيخ انا بمثل تمثيل واقعي بيحدث بين الناس يقرأ كل رغمات عنيك مفتحش عنيك خالص ده اول كلام ده اللي بيعمله مين بعض المعالجين بيقسم القسم ايه هو قسم اقسمت عليكم بعزة الله وقدرته اقسمت عليكم بعزة الله وقدرته اقسمت عليكم بعزة الله وقدرته اذا كان بهذا الجسد سحر كل جسمه مينله قداب تلاقي الانسان بيميل كده بيميل لا جسده كله بيميل مش وسطك يا ناصر كلك برقليك برقليك يميل كله ايوه بصعب كل جسمه ده بحس انه بميل طيب اذا كان يقرأ القسم تاني بحكم ان اندل القرآن على محمد والطورات على عيسى والانجيل على موسى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تعالوا علي وقتوني مسلمين بعض رقاب يعملوا كده احنا بنشوفه هواريك كانت كده الحلقة الجاية انا بهوعدك انه هجيبلك ده الحلقة الجاية يقولك ايه لو كان بعمل كل جسمه من اللي ورا تحس ان جسمه بيميل طب انت موقعتش ليه كلامه هو كان شيخ ابراهيم بيخاطب الشيخ المريض ده لو انت بتحضر الشيء اللي عليه عشان يتبين الحق من الباطن هو انا لما وقعت كده ما وقعتش ليه وقفت على اخر قدمي ليه وتجي تسأل المريض انت كنت تحسس اه كنت تحسس بقوة غير قوتي بتدفعني لقدام بتدفعني لورا تفضل شكرا يا سيد نصر وطمن انت هتتعالج ان شاء الله تجي تقوله ان شاء الله انا عالجك تجي تقوله طب هو ما وقعش المريض ليه ده انت قلت القصم انا معرفش جابه القصم ده منين لا انا سؤال بقى ما هي القوة الدفعة للامام او للخلف تمام السيدة هنا ودتني السكة تانية خالص انا كده انا كده مش مع معالج انا كده مع ساحر لا مع معالج يقالوا انه معالج لا سديني والله هنطلقه بط بس هل هذا فعل معالج طب الفعل فعل معالج ليس بالعلاج بشيء الفعل فعل ساحر الفعل فعل معالج يتحرك يحرك القريج ويشتغل المريض طب انا كده هاختم بقى وتوقف عندي دي والحلقة اللي جاية مع حضرتك والقرين لا ده نعزل لك حال طب بتفضل معلش بتفضل عشان سريعنا احنا خلاص دي مساحب دي واحدة احنا ختمنا خلاص اللي انت شفت النموذك ده بيزبط به الشيخ ان انت مصحور والدليل على ذلك انت ترميت له قدام هذا الكلام ايها المشاهد الكريم ليس بالعلاج بمكانه انما هو اشتغالة شيخ يقرأ عليك وانقرأ عليك القرآن هي اشتغالة شيخ بالكلية يا امتا لا مش اقول يا امتا ضحك من جهلية الامة هنا انا اعاوز اقول الناس طيبين هنتوقف عند هذا الحد للحديث بقية في الحلقة القادمة واضح احضرتك إلى التواصل انا اعاوز اقول الحلقة الجاية اسمها استخدام الشيخ للقرين على انه جن على انه جن طيب الفرع بين القرين والجن الحلقة القادمة وحلقة هتكون شايقة جدا ادوا حضراتكم لمشاهدتها وادوا حضراتكم ايضا لاستمرار تواصلكم معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك ده اتزار بالعربي وإن شاء الله نتلقى كل رسالك وكل أسئلتك الحلقة الجاية نجاوبك عليها لمسل هذا الموعد تقابل وتحياتي قبل ما سيبكم بشكر فضيلة الشيخ فريب شهاد خبير في العلاج بالقرآن شكرا جزيلا على هذا الحضور أيضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة يتجادب ديكم اللقاء والثلاثاء القادم في مسل هذا الموعد لمسل هذا الموعد تقابل وتحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدباني وحييكم إلى اللقاء